في الحلقة اللي مضت اتكلمنا عن موضوع التبرير وموضوع التقديس ولو في كلمات بسيطة ممكن بس اتعيد يمكن في بعض المشاهدين ما كانوش في الحلقة اللي مضت ممكن بس اتعرف عن التبرير والتقديس لانا عاوز اكمل في نفس الموضوع قلنا انه الخلاص يبدأ بالتوبة والتوبة بيتبعها اربع اشياء في نفس الوقت ياخدهم الانسان الخاطي بعد ما يعترف للرب بخطاياه ياخدهم في نفس اللحظة بياخد التبرير ياخد التقديس وقلنا انه التبرير كأنه الانسان ما عملش خطيئة اطلاقا المسيح حمل خطاياه في جساده على الخشبة وانا لما اعترفت المسيح بخطاياه اخذت التبرير اخذت بره اخذت قداسته اسلك ببره واسلك بقداسته ويغير في طبيعة القديمة يجعلها طبيعة جديدة اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة تبرير وتقديس ايضا اشتركوا في القناة